اكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الواعدة مع جمهورية الفلبين الصديقة منوها بمسارات التعاون الثنائي بين البلدين وما وصل إليه من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سعادة السيد ألفونسو فيرنايد إيثير سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث نوها سموه بالجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز أفق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين متمنيا له كل التوفيق والنجاح مؤكدا سموه أهمية الاستمرار في فتح آثاق أو سعى من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات مشيدا سموه بإسهامات الجالية الفلبينية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين عن تقدير بلاده لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية مؤكدا الحرص على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر